أول في اللتيجة والمواجهة في حد ذاتها كيف اسمتها أنت مواجهة؟ مواجهة عربية كبيرة ما عشي عربية هذي ماذا؟ بس كم ميصر عربية ولكن المغرب لا ما عيش عربية كيف عيش عربية؟ ما عربية لأنه ما دروا تطبيعة ما ذوك أنا ما يش حسنة ليا ذوك رأي هذا ونزيد لك أنا يعني باش أنا نروح لك أبعد من ذلك لأن اليوم هذا الفريق أنا نقول لك نروح لك أنا ما تكلمش لا على اللعبين لا على اللعب لا سمحني على كل حال هذا رأييي شخصي شوف حاكيم ما حال زمان والناس تكلم عن الكواليس ولقجع ورجعوا هنا حاجة كبيرة ولقجع هذا حاكم في الكاف والفيفا وخلادر الشر أو لقجع خرج وخرج ولا والوها يبورتنو هذا لقجع وزير المالية في المخزن المغربي يعني ولو يخدم بلادهم ويتهوا بالفريق تحهم يعني لقجع هذا كان يتكلم إلا على الجزائر وكان يتكلم عن اللاعبين الجزائريين اللي لعبوا في كأس العرب هوا شي صرالوا ليجيب التركيز تعوى على الجزائر أو ربي سبحانه وعطاه لهم وأنا من هذا المنبر يعني يعني أشيقاء المصريين نقدر نقول لك لأنهما صح صرى معهم والصرى ولكن أعطرفوا بالخطأ تحهم وكما يقولوا المسامح كريم ولكن هذو كانوا حسب روحهم جيراننا أنا نقول لك ما هو مش جيراننا ونقول لهم لهذوك اللي كانوا يتمسخروا بالشعب الجزائري الشعب الجزائري كبير عليكم بالبزاف وحتى المسؤولين تعنا كانوا رقدين هنين غير ما كان لها تكسروا رسانكم وذو كانوا روحوا وفروها معا معاليك تتبوسوا لو يديه والآخر احنا خطينا هات سوال احنا الحمد لله مسلمين ونمنوا بربي سبحانه وكما المصريين يأمنوا بربي وربي عطاهم يعني نصفهم فوق أرضية الميدان محمد صالح نقول له يعطيك صحة لأنك لاعبك باليوم بيين في 120 دقيقة أنا اليوم محمد شت محمد صالح اليوم شت لاعب كمبلي سجل يلا يتي ينفع لسير فوق أرضية الميدان وينعرف إلى سوية اللييدر في المومون فولو والاخرين نقول لهم ذوكا قعدوا تعسون احنا نهار بين عليكم كأس إفريقيا كأس العرب وان شاء الله نروحوا كأس العالم ثم ذوكا قعدوا في الشوماج والمشاكل اللي عندكم احنا رانهانيين غير ما تكسروا شقاء علي صانكم وحنا ما نشقاء سمعين حنا ما نشمعين بالعرب محمد حنا وش مليح فينا سيكوكين نربحوا ننفرحوهم وكين نخسروا نفرحوهم حنا ما نسمعين بحتها واحد حنا الحمد لله ما شاكنا نقدروا لهم وحدنا